رئيس الجمهورية عبد المجيد تابون يترأس اجتماعاً خصص لدراسة التحضيرات للانتخابات الرئاسية المقبلة ترأس اليوم السيد عبد المجيد تابون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اجتماعاً خصص لدراسة التحضيرات للانتخابات الرئاسية المقبلة حضر السادة رئيس مجلس الأمة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، رئيس المحكمة الدستورية، الوزير الأول، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، وكذا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وكذا رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات حيث تقرر إجراء انتخابات رئاسية مسبقة عدد تاريخها يوم السبت الموافق للسابع سبتمبر 2024، وسيتم استدعاء الهيئة الناخبة يوم الثامن من جوان 2024، الجيري 360 تتمنى لكم رمضان كريم